السلام عليكم ورحمة الله عندما يأكل الإنسان من شجرة الأفكار والقيم الخبيثة وينزلق في متاهات المذاهب الشيطانية التي تعيده بالملك والخلد لا بد أن تبدو له سوءته القبيحة ولن يجديه حينها أن يخصف عليه من ورق التوت ليستراها إلا أن ينزل من نعيم التشريف إلى بلاء التكليف ليذوق وبال أمره وليغتسد من سموم تلك القيم التي تشرب سمها في كيانه بجهد الاستطاعة وشوق الفوز والتزام الأمل فيعود إلى الجنة التشريف بالاستحقاق الإلهي بعد أن خرج منها باتباع نصائح إبليس هذه هي الدلالة الرمزية لقصة آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة التي نهي عنها وأبيح له كل ما دونها من شجر الجنة فالشجرة هنا رمز للمحرمات التي حرمها الله تعالى وظهور السوء حينما أكل آدم من الشجرة فيها رمزية دقيقة إلى أن المجتمع الذي يتجاوز المنهج الإلهي ويأكل من شجرة الحرام لا بد أن تظهر فيه الأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبدو له آثار الفساد الذي يغرق فيه فمن أكل من شجرة الزنا والتحول الجنسي والشذوذ بدت له سوءة ضياع الأنساب وانهدام الأسرة والإعراض عن الإنجاب ناهيك عن الأمراض والأوجاع العضوية الناشئة عن الفوضى الجنسية التي يغرق فيها هذا المجتمع ومن يأكل من شجرة الربا فإنه يذوق سوءة التفاوث الطبقي وصراع الثورات ومحق الأرزاق وتجمع الثروة بيد طبقة صغيرة وشيوع الفقر في أغلب المجتمع وتعطل عجلة الإنتاج ومن أكل من شجرة التغلب السياسي بالقوة والسلاح وعطل الشورى وأصول الحكم الرشيد في تولية الأكفاء وإقامة العدل بدى لهم سوءة فساد السلطان وضياع البلدان وزوال العمران ومن يأكل من شجرة الظلم ويمنع العدل بدت له مساوي احتقان المظلوم وشيوع الكره والحقد على الظالم ومثل هذا فأي انحراف عن المنهج الإلهي تنزل عقوبته على الإنسان ليذوق نتاج فساده وانحرافه وهذا مصداق قوله تعالى ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر